مونير مساء الخير بالحديث عن العنف مونير مليار طفل حول العالم تعرضوا للعنف الجسدي واللفزي والمعنوي بالعام الماضي تقريبا هيدون الأرقام الموجودة لما بي بيسمع هيك رقم أي هواجس بعيش تجاه أبنائه؟ اليوم أنا ولدي اليوم ربي بالطريقة اللي أنا بديها أعلمه بطريقة القتل أنا بدربه بالبيت طريقة؟ الآتل نعم نعم يعني أعلمه ملاكمية تحلم ابنك طريقة القتل؟ أنه يدرب ابنك أنت علي أعمر ابنتك؟ أعمره ستة سنة أنت لديك أولد واحد؟ لدي أربعة لالله To have another طريقة صبيان نعم تعلمهم الأتل؟ I teach the death يتكونون بعض Content السابيان؟ فقط أنت علي أعمرهم الصبيان؟ أحد هم متى أمره ست سنة وإة أمر خمس سنة ست ست سنة؟ وخمس سنة نعم لم يكتل هذا سنة أبنك الذي أ عمره خمس سنة يأتل البعض ست سنة يأتل و تستخbrوا الولد Yang grew 6 years old نعم كيف تقتل الولد مصارعة سأخذه النادي في الوقت الحاضر في البيت سأخذ فنوة قتالية جيدة تاكواندو أم مصارعة مصارعة بالبيت هيك يعني بيقتلوا بعضهم وبعض بيقتلوا بعض ما بيجي بيصرب بسان الحرية للولد لش دربت خيك لا بتركوا الله بعضهم لأنه مع المستقبليين حادثت مشكلة عندي برا أنا إذا ابني بيقتل قتلوا ابني القتل إذا بيجي عبيتي إيكا القتلة فوق قتلتوا بيكا القتلة بس إذا بيجي قتل قتل أنا معه أنا بسهلمه بإيدي للعدالة خلص ابني زلمي لأنه أنا بدي يطلع زلمي زلمي إذا قتل إذا قتل نعم أنا أفتخر بإبني إذا قتل إذا قتل تفتخر بإبنتك تفتخر فيه نعم وقلت لي إذا نضرب إذا نضرب وديك القتل مني أنا وحي يتقصص لنوصل لهيدا الرجل لنفتخر أنه قتل خبرني كيف بتحضر هيدا الولد اليوم ليوصل للمستقبل أنك تفتخر فيه إذا قتل يعلموا على القتل واحد يحبطوا واحد وصوروا الثاني يقلبوا على الأرض وصوروا يضربوا ويضربوا ليوصلوا لأي شو؟ يضربوا بس لعني بفلتهم عن بعضهم بس قمتاً بوقف ضرب؟ وقت الثاني بإنقاذة من الثاني وما واحد بالإنقاذة من الثاني بشيرهم عن بعضهم كيف يعني إنقاذة؟ إنقاذة لأنه وجع بس وجع بيبكي؟ بيبكي أكيد بيقوم عنه أنه خلص صار أنه وقتد صار أنه يعيش بحاوله أنه يلتكي على نفسه سؤال لما تخلص هالجولة الملاكمة والمصارعة بين ابنك وابنك مين بيربح؟ الصغير بيربح الكبير يعني الصغير هو اللي بيدرب والكبير هو المضروب؟ أيام الكبير بيدرب بس مين بيربح؟ بس الأغلبية الصغير ربحهم ومين الرجال؟ هلأ حسب تربيتي يعني أنا اليوم عندي الهدف الصغير أكثر من هدف الكبير يعني مين الرجال؟ الصغير لكن أنت أسلوب تربيتك لما عم بتقلهم ضربوا بعضكم لتصيروا رجال ما عم بتصيروا رجال في واحد عم بيكون رجال وفي واحد عم بيضرب اللي عم بيضرب بك ترجع تضربوا أنت لا ما بيضربوا ليه ما هو انضرب؟ لما أنا بعلمه أنه خياتك أتلة دربت أنت بدك تكون الساوى من خيات حتى توصل للنتيجة إذا في حال أنتو بالمدرسة إجا واحد ضربكم ضرب واحد منك تترك خياتك ينقتل وانت عم بتقرجع لك بيقول لي لا أنا بدي يضربوا ما بخلي حدا يقرب على أخويتك أنت بتعرف بالمصارعة أو بالملاكمة أحد أشهر اللاعبين يعني عشرة من أشهر اللاعبين ميتوا على الحلبة من وراء الضرب والخبيب ما بتخاف ما بتفكر ما بتقول إنه لا سمح الله إذا أبني يأذي ابني هنو عم بتضربوا مع بعض وأنا عم شجعهم على الضرب أنا ما عندي مشكلة بالموضوع هذا أنا مشكلتي أنه أنا بدي طلع زنم لأنه اليوم المرجع اللي بتخلق بالورد هو زغره إذا اليوم ابنك قالك بابا أنا ما بدي أضرب خيي شو بتعمل فيه؟ بدي علموا أنا على طريقة أنه يطلع رجاد كيف بتعلموا يطلع رجاد؟ بتلاكم أنا ويا بالبيت أنت بتضربوا؟ ايه بتلاكم أنا ويا بالبيت بيضربني بيضربوا إنه مرة على مرة بيصير إنه أعصابه عم تقوى تعرف إنه يمكن مرة على مرة يزيد الضغط النفسي عليك مرة على مرة يمكن إبنك يصير عنده عاهة جستدية يمكن مرة على مرة يصير إبنك يحش يشعر بالاضطهاد لأنه عم ينضرب كل مرة وكل مرة عم يخسر من خيي ما بتضربه أنا تسلاية بتلاكم هو تسلاية؟ عم بتقول أنت عم بتربي إبنك كرميلي يصير زلمة من خلال الضرب والقاتل هو وخيه هلأ مشين بكرة بالمستقبل إذا قتل مش مشكلة ما عندي مشكلة إذا بالمستقبل ابنك إجا مش قاتل ابنك إجا مقتول لعندك على البيت سيكون الله طلب أمانته بس اليوم نحن عم نأسس لهذا الجيل اللي ممكن بالمستقبل يصير فيه شريحة غاب وكله يقتل كله مشين بحجة أنه يصيره الجيل حلو كلامه؟ هلا هو هيك مقتنع بس في بعض الأشياء أنا ما كتير عجبتني شو اللي ما عجبك؟ أنه مصر اليوم لما تعلم ابنك على القتل بمعنى القتل لا سمح الله هذا ما كتير ظابط لا أعرف هلا هو رأيه هك أنا رأيه يختلف أنا أعلم ابني مثلا على أن يطلع رجال بس في كتير طرق على أن يطلع فيه رجال بس يمكن لما الولد يكبر ببيئة عنيفة وبيكبر بضغوط نفسية وبيكبر من هو صغير أنه لازم يعمل أمور أكبر من طاقته ممكن بالمستقبل يصير عنده ميون جرمية ممكن ومش بس يصير رجال يصير رجال ويمكن مجرم لا يمكن التربية اللي نحن عم نربيها لأولادنا يمكن بمحبة أكيد عم نربيها ولكن يمكن بالمستقبل تنقلب على أولادنا وبدل ما يصيروا رجال تصير رجال مع ميون إجرامية شو ما نكون عملنا؟ نحن لما بدنا نتصرف بهذه الأشياء نحنا بنكون عم نقضي على أولادنا بالمية مية بس أنا هون بدي أفصل لك موضوع عن موضوع بدي طلع زلم يعمل لك بدي طلع رجال يا أخي يا أخي أنا شايف اليوم بالمجتمع اللي عنا ما عليش يصير بهذه الكلمة ما ظل في رجال يا أخي بس أنت بتعرف أنه علي صوتك شوية لابت لأي لبد بتعرف أنه قسم كبير من المجرمين اليوم بكونوا أطفال اتعنفوا هني وصغار؟ هيدا من وعنا في أستاذ؟ هيدا تدريب